طيب انت حسيت يا رضا بعد وجودك في النادي الاهلي حسيت انك خدت كل حاجة من النادي الاهلي وانا كنت ممكن لسه تبدي ده طبعا كان عن تموحات كتيرة جدا في النادي الاهلي ايه اللي مشاك من النادي الاهلي او انت خدت قرارك ازاي خلاف مع مسترمان والبارض في الولاية التانية بقى الولاية التانية اه كان هو بدأ يلعبني باكرايت وانا بروش ألعب باكرايت باكرايت اه مكان ده وهتحسبني على الأداء اه لا ما لازم يحسبك لو حتحسبني يبقى بلاش اه انا دايما كده اما حس ان في حاجة مش مش مزبوطة فالازم اكلمك اه مش تحسبنيش على الحتة دي لان ده مش مكاني حسبني لقبني في مكاني وحسبني هتلاقبني في المكان ده ما تحسبنيش على اللي خلاص مفيش مشكلة العب بس ولاكش دعوه اه مع الوقت مطش حلو طب تمام مطش اللي مش اعقا انا وعرفش برضو عن نزل دافع والحيط دي طب عدنا حتى العدم بتاعتك اه قصة بنت لازينة فقال لي بدأت لقيته وبدأ ايه يحسبني على القصة دي لأ وانت من مؤثر قلت له لا 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 خلاص انا مش عالع بالحيط دي كان اتهدك في الفترة التانية فالفترة التانية ما كانش معايا بقى كان بدأ يبقى فيه لعبة اكتر طبعا فبدأ محسيتش محسيتش ان هو ان الكيميه هتمشي واللي جاي مش كويس وانا بقى اتفاول كان كابتن علعب صادق راح امبي ايوا وانا كنت راح امبي مع كابتن طابس لله ارحمه فهو حتى قبل ما مشي فقال لي لو انت حابب تقعد انا ما عنديش مشكلة وانا حابك تبقى معانا وما عنديش مشكلة خاص قلت له لا انا افضل انا اتحرك خلاص انا شايف يا انت حسيتم ممكن تبقى هاعب تاني ما فيش تاني حتى يا لو تاني عنديش مشكلة وهو قالك ما لحب تقعد لا وانت هو قالك الكلمة مش عارف انت بتحبش تقعد مش انا ما عنديش مشكلة في ان انا اعود بس اقنعني يعني ما اقنعكش انا ما اقنعتنيش خلاص طبعا انا هاعد اعمل ايه انا بحبش اقعد في مكان ان انا موجود بتفرج ولا انا انا ما بعملش حاجة الموضوع مش كده لازم يبقى ليه دور يعني طيب